حضرتك النهاردة إذا المرأة فعلت شغالة موظفة تأتي أخيرا للشهر بالراتب وتقول له خد يا بو فلان هذا من باب الفضل إنما آجي واحد يقول لي إيه دا زوجتي بقالها ثلاث سنين شغالة مخدتش من وراها جنيه هو أنت كنت كاتب في عقد الزواج إن إن شاء الله حضرتك هتأخذ الإتاوة بتاعة هذا العمل لا هذا العمل بينكما أول ما هتجي تتزوج إذا كان شرطا في عقد الزواج مثل هذا فلك أن تقول ما شئت ولكن لا اشتراطة في مثل هذه الأمور طب خلينا نقف بأعلى موضوع عمل المرأة لأن دا موضوع مهمة أوي يا شك أحمد فكرة إن الست ابتدت فيه أولا كذا أوجه يعني فيه المضطرة أنها تشتغل علشان تقف جنب جزها وعلشان زروف الحياة في الحالة دي بتساعدوا من نفسها تمام لكن عنوين وقوانين الزمة المالية صحيح عايزين نعرف أبعادها إيه يعني كتير جدا من الرجالة برضو بيقولوا ما هي مقتطعة من البيت ومن مجهودها ومن ولادها وبتتأخر في الشغل فإزاي ما تشاركش فده برضو بالمنطق يعني يباني أنه هو فعلا كلام منطقي فيه حق فالحدود دي نعرفها إزاي يا شك أحمد الحدود دي حضرتك بدايتها هنسأل الزوجة بعض الناس أو بعض النساء تبقى جاية مثلا يقول لك إيه أنا تزوجت وخدت قطعة ذهب من ولدي أو خدت مثلا مبلغ من المال من ولدي على سبيل الهبة أو على سبيل المحبة أو على سبيل الصدقة أو ميراث مثلا أو على أي مسمى أو على سبيل الميراث هذه الأموال حقها وتفعل فيها ما تشاء وطبعا الزواج في العهد الأول كان أن يعطي الزوج مهرا لزوجته بعضهم يأتي بقطعة من الذهب أو قطعة من الفضة أو غير ذلك أو من المال أو على أي شاكلة كانت النهاردة حضرتك بنعمل إيه في العرف المصري عندنا وهذا عرف وليس شرع والعرف يندرج تحت الشرع خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين بس مش أي عرف لأن مثلا اللي بيحصل له زي ما أتكلمت أم أشراكت ده وده عرف أن الست بتخدم حامتها أمر يعني ومكتوب عليها ما ينفعش أنها تشتكي ولا تقول لا هذا وإن كان عرف وإنما فيه إجحاف لحق المرأة فده عرف بعيد عن شرع الله عرف بريء منه الشرع وبريء منه العرف كذلك لأن العرف السائد أن يكون فيه رحمة بين الزوج والزوجة ورحمة بين المرأة وبين الحمى إنما نأتي في مثل هذه الآوينة ونرى مباشرة الزوجة تأتي بأثاثات واشترط عليها الزوجة لازم تجبيلي تكييف ولازم تجبيلي في الصباحية ولازم تجبيلي كم فوطة ولازم تجبيلي كم بل مجتمع فرض الأعراف دي هذه أمور يعني فيها مشقة على الأمة فنقول خففوا على أنفسكم ولتلطفوا يكون فيه لطف في المعيشة في مثل هذه الآوينة نقول للمرأة معك مال سواء هذا المال ميراث أو من المهر الذي أهداه إليك الزوج الحق سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها في هذه الصورة كاملة ولعلكم تترقتم في هذا البرنامج إلى قضية الميراث وغير ذلك فإذا أتت المرأة بمثل هذا المال ليس من حق الزوج أن يأخذ منها إلا بالتراضي فدي زمة مالية منفصلة لها واضحة طب في حالة شغل المرأة بقى هي نازلة بتشتغل كل يوم ومقتطعة من بيتها نعم هذا كما قلنا من باب الفضل وليس من باب الفرض ليه لأن الزوج واجب عليه الإنفاق واجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى نفسه وعلى ذريته فنهاردا أقول لها أنت زوجك بينفق عليك تقول لك لا والله ما بينفقش طيب حضرتك أدرى تشتغلي آه أدرى اشتغل في مزان حسناتك إن شاء الله يعني سيدنا عبد الله بن مسعود كان عنده امرأة رضي الله تعالى عنها وارضها كانت تعمل وتشتغل وتأتي بمثل هذه الحرفة وتأتي بعد ذلك فتقول يا رسول الله إن ابن مسعود وأولاده لا يجعلوني أنفق في سبيل الله يعني ابن مسعود ولده بياخد المال اللي أنا بشتغل به فقال هو في ميزان حسناتك إذن إذا اشتغلت وإذا ذهبت وخرجت من بيتها كموظفة أو تعمل في أي حرفة كانت فهو في ميزان حسناتها في حالة النهاية في ميزان حسناتها يعني هيك تقصد أنها لو متبرعة بفلوسها كصدقة للإنفاق على البيت فده بقى صدقة برغم أن الرجل ده فرض عليه لكن للزوجة ده فضل طبعا برضاها طيب نرجع تاني لنقطة فكرة لو أن هي الزوج بينفق ومش مأثر معاها في حاجة لكن هي عايزة تشتغل كرسالة في المجتمع للحياة لذاتها أيا كان هل مطالبة شرعا إنها تنفق من مالها على بيتها؟ هل مطالبة أن تنفق المرأة مطالبة أن تنفق على من تعول إذا لم يكن عنده مال بمعنى الزوج النهاردة موش قادر هل هي هتترك أولادها؟ يعني قدام عينيها مش قادرين يكلوا أو يشربهم بعض الناس يقول لك إيه ده هي زوجها معاه وبخيل في الحالة هذه حتى أوصلت هند وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف طب هي النهاردة معاها المال الواجب فيه الذي إذا حال عليه الحول وجب عليها الإنفاق إذا كان هذا المال قد بلغ النصاب أيها أنفقي طب تنفق على من؟ تنفق على زوجها اللي إذا كان ما معهوش الإنفاق إذا كان هو فقير فقر مطقع بالفعل موش قادر ينفق على بيته وهي عندها القدرة على الإنفاق على أن تنفق على زوجها وعلى ذريتها ففي مثل هذه الحالة نقول لها أنفقي وهو في ميزان حسناتك ودي واجبات منطقية حتى مع الفترة الإنسانية لكن نظرية أن طالما الست طلعت في الشغل وأخدت من وقت بيتها دي مش قدامها فلوس تدفعها دي مش نظرية موجودة يا شيخ أحمد صحيح